عشان مدوانة دكتور دايامند بتهتم منها دايما تفتكم في المقال ده تعرفوا حبوب فيتامين دال 50 ألف بايودال أو بايودال فيتامين دي 3 50,000 ما هو وما هي فوائد حبوب بايودال وأين يباع في مصر؟ ما هو فيتامين بايودال 50,000 حبوب فيتامين دال 50 ألف بايودال أو بايودال فيتامين دي 3 50,000 مكمل غذائي طبيعي لتعويض الجسم عن نقص فيتامين دال حيث يدعم فيتامين بايودال صحة العظام والحفاظ عليها من الإصابة بمرضه شاشة العظام كما يدعم فيتامين دي 3 صحة البشرة والشعر وصحة الجسم بشكل عام ما هي فوائد حبوب بايودال؟ يستخدم فيتامين دال بايودال لعلاجه شاشة العظام يعمل فيتامين دال 3 على انتصاص الكالسيوم من الأمعاء وتثبيتها على العظام بايودال فيتامين دال يعالج تليون العظام حيث يعود نقص الكالسيوم لا تقتصر فوائد حبوب بايودال على صحة العظام بل يستخدم لعلاج الجلد والشعر حبوب فيتامين دال 50,000 بايودال تعالج أمراض الصدفية كما تعالج أيضا أقراص بايودال مرض الكساح يعمل فيتامين دال بايودال 50,000 على علاج قصور الغدى الدرقية أيضا يعالج بايودال فيتامين دي 3 انخفاض نسبة الفوسفات في الدم من أحد أسباب نقص الفوسفات في الدم متلازمة فانكوني يساعد بايودال تاب 50,000 أصحاب البشرة الصمراء الحفاظ على النسبة الصحيحة من فيتامين دال حيث يتأثر تكون فيتامين دال في الجسم عن طريق الشمس على لون البشرة ينصح الأطباء بتناول بايودال 50,000 للحامل حيث أن نقص فيتامين دال للحامل يؤدي إلى التسمم الحملي وقد تصل إلى الإجهاض كما يحمي بايودال 50,000 من إصابة الجنين بلين العظام والكساح عقب الولادة ما هي فوائد حبوب بايودال للشعر؟ تقوم حبوب فيتامين دال 50,000 بايودال بالمساعدة على إنبات الشعر ونموه حيث ينشط إفراز الخلايا المسؤولة عن نمو بصيلة الشعر كما يساعد أيضا فيتامين بايودال في القضاء على الثعلبة وهو مرض مناعي يمنع إنبات الشعر في بعض المناطق ويتسبب في مظهر غير لائق لمن يعاني منها وأيضا حبوب بايودال تمنع تساقط الشعر وتمنحه القوى والحيوية واللمعان للتمتع بمظهر جذاب للشعر هل حبوب بايودال تزيد الوزن؟ من أعراض نقص فيتامين دال هو زيادة الوزن وقد يرجع ذلك لأن نقص نسبة هذا الفيتامين يجعل الجسم غير قادر على حرق الدهون بشكل جيد وأيضا يرتبط فيتامين دي ثري مع هرمون اللبتين لتنظيم وزن الجسم حيث يعد هرمون اللبتين المسؤول عن إنتاج الخلايا الدهنية وبالتعاون مع فيتامين دال يجعل الإنسان يشعر بالشبع عن طريق إرسال إشارات متعددة إلى الدماغ ويؤدي نقص فيتامين دي ثري إلى حدوث خلل في إرسال واستقبال هذه الإشارات وعندها لا يستطيع الإنسان تحديد الإحساس بالشبع مما يساعد في إصابة الجسم بالسمنة ما هي جرعة بايو دال 50,000؟ يجب استشارة الطبيب قبل تناول بايو دال 50,000 يتم تناول قرص واحد أسبوعيا نظرا لتركيزه العالي يجب الالتزام بالجرعة المحددة ولا تتعدها ما هي الأثار الجانبية لبايو دال 50,000؟ يجب عدم الإفراط في تناول حبوب فيتامين دال 50,000 بايو دال عن الجرعة المحددة وأيضا يوجد بعض الموانع لاستخدام فيتامين بايو دال 50,000 إذا كان نسبة فيتامين دال مرتفعة في الدم عند ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم إذا كان لديك سوء امتصاص في الجهاز الهضمي يجب استشارة الطبيب في حالة الحمل والرضاعة يحفظ بعيدا عن متناول أيدي الأطفال يجب استشارة الطبيب فور ظهور أي أعراض أو حساسية ما هي تركيزات فيتامين دال ثلاثة؟ أولا فيتامين دي 3 10,000 UI الفيتامين الوحيد الذي يصنعه الجسم عند تعرضه للشمس وهو يحافظ على العظام من الهشاشة ثانيا مع أدوية الكالسيوم ومكملات الحفاظ على العظام وأيضا يمكنكم تناول فيتامين فيتامين دي 3 50,000 لسرعة امتصاص الكالسيوم وتثبيته على العظام ثالثا فيتامين دي 3 5,000 يعمل على دعم صحة العظام والمفاصل ما هي أهم الفيتامينات المستوردة لدعم صحة العظام والمفاصل؟ لتخفيف آلام المفاصل والعظام والمحافظة على صحة العظام بشكل عام يمكنكم استخدام جوين تايس ماكس لاحتوائه على الجلوكوزامين وأوميجا 3 والكولاجان موف سبري لتخفيف آلام المفاصل والعظام إذا كنت تبحث عن علاج الروماتويد وتدهور المفاصل يمكنك استخدام جلوكوزامين كوندريتشن MSM ولتقوية العظام والأسنان قم باستخدام أستيوكير بلاس أوميجا 3 لاحتوائه على المعادن التي يحتاجها الجسم مذكبل 500 ميلي جرام يستخدم لعلاجه شاشة العظام ما هو الفرق بين حبوب فيتامين دال 50,000 بايدال الأصلي والتقليد يبحث العديد من الناس على الفرق بين بايدال فيتامين دي 3 50,000 الأصلي والتقليد حتى لا ينتهي بهم المطاف بشراء منتج غير صالح لهذا سنوضح لكم كيفية معرفة إذا ما كان هذا المنتج أصلي أم لا البحث عن المنتج برقم الباركود من أحد الطرق المعروفة لمعرفة إذا ما كان هذا المنتج أصلي أم تقليد هو البحث عن المنتج برقم الباركود المدون على العبوة وبالتالي معرفة إذا ما كانت حبوب فيتامين دال 50,000 بايدال المراد شرائها أصلي أم لا يمكنكم البحث عنها باستخدام الباركود الخاص بها والمدون على العبوة أين يباع بايدال فيتامين دي 3 50,000 في مصر؟ إذا أردت الحصول على حبوب فيتامين دال 50,000 بايدال فهناك العديد من متاجر المكاملة الغذائية الموثوق بها خصوصا المتاجر الإلكترونية مثل أمازون عالميا ومتجر دايماند محليا ما هو سعر بايدال 50,000 في مصر؟ يتفاوت سعر حبوب بايدال في مصر حسب سعر الشحن الدولي والدولار ومصانيف الجمارك في وقت الشراء ولمعرفة السعر الحالي تفضل بزيارة بدجر دايماند ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من مدونة دايماند